اشتركوا في القناة 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 اعتبرت ان التقاعد البرلماني والبرلمانية هو فقط زوج فرنك هو 8000 درهام تصريح الباسيم الحقاوي لقات ان اللي عنده المصروف دياله 20 درهام لا يصنف الخانة ديال الفقراء تصنيف تصريح ديال عزيز اخنوش اللي عند وربع ديال الوزارات الصيد للبحرية والفلاحة والتنمية القاروية والمياه والغابات اعتبرت صراحة عزيز اخنوش عالم السيفام بحي من يعني يسير هاد قد انه عالم كبرى حول من يسير هاد الحكومة انه القاراة خل هاد الحكومة لان مليك يجي وزير ديال اه الصيد البحري والفلاح حول مياه القاروية كذلك والمياه والغابات يقول لك احنا اللي عارف للمغرب اللي يخصنا احنا واش انت اللي مليار دير غتعرف للمغرب اللي يخصك انت ولا الفقراء اللي غير عارفوا المغرب اللي يخصمهما هالمغرب هادا مضح هايز اخنوش محتاجش واحد هادا المغرب ديال الجامع بالفقراء بالاغنياء بجامع الطبقات وقلت انه نحن كمغاربة نتكلم من المغرب ونتحمل المسئولية وان اللغة ديال التخوين ولا اللغة ديال التمجيد لا تفيدون لان في اخر المطاف نقول ان جميع يعني المعتقلين اللي كنين حاليا في السجل المغربية هادو ضريبة ديال الدفاع ديالهم على الحق وكان طالبهم منها اطلاق صراح ديال الحاميد المهداوي كذلك عادل البداحي وكذلك طريق مهم وجامع يعني المعتقلين اللي التعتقلوا الى الخلفية ديال الحراك ديال الريف وكان عرفوا ان الحراك ديال الريف هو حراك اللي هو اجتماعي ثقافي حقوقي واقتصادي ان اطريح ديال اه الناشط ناصر اه الزفزافي الاخير كان واضحا ان كل اللي غاي خرج على الارضياء ديال الحراك صراحة غادي يكون اه يعني اه يخون الريف لان في اخر المطاف المطالب ديال النشطاء كانت واضحة وهو الجامعة والمستشفى ديال السرطان رفع العسكرة وتنمية ديال منطقة ديال الريف وبعد الاعتقال ديال المعتقلين ولا المطلب اللي هو ان يستعجالي وهو اه اطلاق صراح ديال المعتقلين لان في اخر المطاف كنقول دائما ان الاوطان تبنى بالانسان ماذا يفيد منطقة ديال الريف اذا بقوا مثلا جامع المعتقلين اللي كانين في السجون المغربية اه ماذا سيفيد ان الدرلوم جامعة الدرلوم يعني المستشفى الدرلوم الطرق ودنمي المنطقة وتاخد الف خمسمية ديال المعتقالين السجون المغربية كذلك فيما يخص يعني التهم لكتوجه للعادي البداحي ولا الطريق مهم ولا كذلك الحامد المهدوي في اطار انه اما اهانة المضافين يعني اثناء مزاولة ديال المهام ديالهم او كذلك في اطار تحقير ديال المقرارات ديال القضاء ما عليهم اننا نعرف ان اي دولة دولة باش تقدمه سيكون عند المؤسسات وانه يكون يعني كتآمن يعني بتقافة ديال النقد والاختلاف ان الاوطان تبنى يعني بالانسان اللي عنده الحرية وعنده الكرمة وعنده يعني يعني الاوطان لا تبنى بالقاطع لا تبنى يعني بالعقلية ديال الشيخ الموريد في اخر المطاف يعني اه نقول ان الاوطان تبنى بالانسان ولا تبنى يعني بالسجون وبالمقاربة الامنية وشخصيا منذ البداية يعني ديال الحرق ديال الريف كنا نخرجوا هنا بمدينة المضياق اه كانت مقاربة الامنية كانت منع كانت تضييق مع ذلك صراحة ما زلنا نسجل اننا احنا من داخل المضياق ولا من داخل المغرب اننا نعتبر ان النشاطاء ديال الحرق ديال الريف هم ابرياء اه في النظر ديالنا وفي اخر المطاف يعني باللغة ديالها قالوا اللغة ديال القانون المتهمة تتم إدانته نعتبر مهمة الإخوان والأخوات وكان أعتبروا أننا حتى عوض أننا نحاسبوا مثلا النشاطاء ديال حراك ديال الريف نحاسبوا ناصير الزفزافين نحاسبوا إيزي أحمد مجموعة ديال النشاطاء يجب يعني محاسبة من كان السبب في الرتبة مياء وثلاثة وعشرين في الرتبة ديال تنمية البشرية وهذا تصنيف ديال الأمم المتحدة نقول أنه بوضوح نحن كشباب من شمال المغرب وشمال المغرب اللي هنا كنتكلم هنا من مدينة ديال المضياق اللي هي صراحة تعتبر من الريف الغربي ومن جبال ديال الريف وكنقول أنه النقاش اللي كين حاليا داخل الفيسبوك هادو عياشة وهادو بلطاجية هادو أحرار وهادو آآ تصنيف ديالهم في خانها يعني كنقول أن هذا النقاش لا يفيد يعني الوطان لأن في آخر المطاف كنقول أن الأوطان يعني تبني يعني بالاختلاف وكيقول الاختلاف لا يفسد في الود وقضية الإشكال المطرح حاليا وهو أنه كيف ما قلت أنه الخيطاب خصوة يكون الخيطاب اللي هو موضوعي خيطاب اللي هو خيطاب عقلاني كي رأي وح مجموها ديال الحواج من بينها يعني المشكلة مثلا ثلاثة أو لربعة ديال الناس غادي طالبوا بالجمهورية من أوروبا صراحة بسبب اللي أنا شخصيا آآ الدرفية ليست للمطالبة بالجمهورية احتراما يعني للمعتقالين اللي كينين في السجون المغربية خاصة كنا في النناس الزفزافي للشهر الثامن هو في زنزانة مفرادية كذلك احتراما للأسر ديال المعتقالين اللي عندهم وح مجموها ديال الزيارات للضربة إذا إما في إطار الزيارة للسجن ديال العكاشة أو للمحكمة هذه كما وح مجموها ديال 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 المهاناة تدخل في إطار السياسة ديال تسخصيخ إشكال المطروح حاليا وهو آآ باش غادي نفيد مثلا للمعتقالين والأسر ديال المعتقالين إذا أسقط الجنسية المغربية ما للم أننا نحن هنا من داخل المغرب كل هاوة كل هاوة التعريف دياله الوطنية نعتبر أن الوطن هو الأرض الانتماء للوطن هو انتماء قيامي انتماء يعني بالقناعة يعني بالحب المتبادل بين الأرض والإنسان وأنه الوطن لا يختزل في النظام إشكال المطروح حاليا أن الناس يختزلوا الوطن إما في العالم أو في المالك للوطن هو الأرض الأرض أولا وكان قلوا دائما يعني الأرض لمن يسكنها والأرض لمن يحرطها وكان يعني وحد المقولة واضحة وهو نيرون مات ولم تمترم بعينيها تقاتل إشكال المطروح حاليا وهو الصراع يعني على التوفير ديال الحرية والكرامة والعادلة الشمائية والتوزيع ديال الخيرات ديال البلاد لأننا نحن من داخل المغرب ومن شامل المغرب نعتبر أن المغرب فيه واحد مجموعة ديال المؤهلات وصراحة يعني كين نازيف مالي داخل المغرب نعتبر أن المغرب عنده واجهة ديال البحر الأبيض المتوسط المحيط الأطلسي أراضي فلاحية كذلك الدهب الفدة الفوسفات مجموعة ديال ديال الخيرات ديال البلاد في آخر المطاف من المستفيد اربعالف وستمائة وستو and thirty يعني الآسر اللي يكذب من الخيرات ديال البلاد من نقول الآن هو اللي خصوص قتل اللي خصوص قتل جنسية المغرب المغربية هو الوازير اللي كيكون عنده جوش جنسيات ونهار اللي كيزوله للوزارة ولا يتلع الفرنسا ويقول أن المغرب لا تتوفر فيه شروط أن في آخر الم correcting نحن كمغاربة عايشين في المغرب وساكنين في المغرب وفي آخر الم testillo نقول أننا أولا إنساء يوجد أس leveًا الإنسانية والإسلام وكذلك الحرية والكرامة والعادلة الشمائية لأن في آخر الم跟 policing و نحن كمغاربة باشر أو يعني نصنف في الخانة جي الإنسان لأن في آخر الماكل повشي نصنفه وحن الإنسان في الخانة جي الإنسانية ستوفر له الحرية والكرمة والهداة الاجتماعية ومجموعة ديال الحقوق اللي هي اجتماعية من بينها الحق في التطبيب الحق في التام دروس والحق في التنقل والحق في الساكن والحق في الشغل وهذه كاملة حقوق اللي كتكفلها الدستور المغربي وكتكفلها جميع المواتق الدولية الاشكال المطروح حاليا داخل المغرب وهو اننا اما يعني الخيطار كانس عضوه للفوق يعني واما اننا كان متعيشت وتبلطاجت وفي اخر المطاف يعني للخيطار ديال الاسقاط ولا ديال العاش عاش عاش ما غاديفتش الوطن لاننا ما نقصي في الوطن وهو المواطن يعني اللي كيراهي يعني الدرفية وكيراهي احتى يعني الظروف الموضوعية نتكلم ممثلا على الجمهورية في بارسلونة او كتالونيا او 16 يعني او 16 فلمية ديال المدخول ديال ناتج اجمالي ديال او اسبانيا كذلك استدملينون استقريبا ديال الساكنة ديال او اسبانيا اعتراف دولي البعض دول يعني بالحق ديال ديال كتالونيا في الاستقلال في اخر المطاف يعني فاشلت يعني حكومة كتالونيا في الانفصال يعني على الحكومة المركزية ديال مدريد اشكال متروح حاليا وهو ان نقصنا يعني يعني المشوي يعني الامور اللي هي واضحة مثلا ان اقتصاد ديال ديال ريع داخل المغرب عنا ريع سياسي كيف ما كان قول دائما انه احنا يعني داخل الفايسبوك او العالم الازرق من اللي كان يعني كيتكلم من ناطق الرسمي ديال ديال الحكومة المغربية او المحكومة المغربية اللي هو من طجار الدين اقولها يعني واتحمل مسئولية انه اه الحكومة هذه صراحة منذ المجيء دياله ونحن نعاني منذ المجيء دياله وحنا صراحة في الازمات نحن يعني في ازمة خانقة داخل المغرب لان هذه الحكومة هذه اه الدور دياله فقط وهو انها تستهدن وحنا نجموها ديال اه ديال الاموال ووصلت المغرب حتى ال83% من ناتج الاجمالي اه ديال 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 اقتصاد المغربي كذلك ولنا حتى انه اه كين تابعيه ديال الحكومة المغربية مؤسسات دولية ومن بينها صندوق النقد دولي ووطنا نعتبر ان هذه الحكومة هي واحد تلميذ ناجب لصندوق النقد الدولي وانه احتمني كيكون عندك انه غياب ديال السيولة المالية وكاد يكون عندك واحد تابعية مالية كيكون عندك غياب ديال استقلالية وسيكون عندك الغياب. كيخلي ان الحكومة المغربية. وهذا اللي كيخلي التي صغر هو المواطن المغربي. هو الفاقر من خلال استهداف القدرة الشرائية دياله. اشكال المطروح حاليا وانه اموتو الناس في موجة الان اموتو الان في سجرادة اموتو الان في الحسيمة عاد نضي الحكومة وتمشين عندهم تماما في جرادا مشون تماما الحكومة المغربية كيقولولهم إذا بغيتوا إنسان صيفتهم يجنوا في ريسا في إسبانيا وبعد يعني الشباب دي جرادا صيفتهم للقنيطرة يخدموا يعني في معامل إشكال المطروح هو السياسة ديال التهجير ديال الشباب من المدن المغربية هذه سياسة فاشلة سياسة ديال الترقيع و ديال الإصلاح هذه سياسة فاشلة أنه مثلا من تكلموا على منطقة ديالريف والهجرة ديال المجموعة ديال الشباب من منطقة ديالريف نحو يعني الإسبانيا صراحة هذا كيأتينا أنه في الوطن اللي صراحة كيستشهدوا فيه الشباب هنا في معبر ديال جابل طارق هذلك في السواحل الإسبانية كيستشهدوا نساء هنا بمعبر ديال الدل معانا بسبب المحتلة كيستشهدوا الناس في جرادا يعني في الآبر والصندريات كيستشهدوا ناس من أجل حفنة طاحين في الصويرة هذا صراحة إعادة النظر لأن المغرب حاليا فقدر بوصله و كيجهلك وزير عوض أنه يناقش يعني المشاكل ديال بلاد ويناقش يعني شنغسو الدار مثلا الوزير ديال الشابيب والرياضة كيقول لك ما خسنا شنفو يقول يا صغارين في المخيمات باش ينوضي صلي وفجر واش حنا يا بقي خسنا غاد صريحات فعل هذه إشكال المطروح وهو أنه يجب يعني ملامسات يعني المشاكل اجتماعية المشاكل اجتماعية ديال الشعب المغربي لا يعقل أننا كنشوفوا الأطلس صراحة الناس كتعاني ونتمنى من الله أنه ما تكونش يعني شهداء يعني منطقة ديال الأطلس لأن في العام اللي فات كانوا شهداء من منطقة ديال أنفكوا صراحة هذا العام هذا نتمنى أنه يتم يعني فك العزلة على الأطلس كذلك يعني شوفوا بداء الأطلس هناك في موقع أنه إذا كان ترجعني نعمة من عند الله نسبة الدول ديال العالم الأول فالترج يعني نعمة للعالم الأول الترجع ولا على المغرب نقمع أنه جاء الترج ما صالح شي جاء تشتاء ما صالح شي جاء تلقي لما صالح شي الإشكال يعني شنو ما كنش يعني ما كنش مقويمات لا الاستقبال لا تشتاء لا ديال الترج لا ديال البرد لا ديال الشمس وهذا كيأتي نعلمة السفة مع العلم أنه دي كاملة الحمد لله إذا جاء تشتاد دولة المغربية عندها قابلية من أجل أنها يعني توفر الطرق الأطلاس واش عندها القابلية من أجل أنها توفر متشفى ديال السرطان للحسيمة من أجل أنها توفر الجامعة للحسيمة من أجل أنها توفر ومن كنتكلموا على الحسيمة نتكلم أنه كين حاديث يعني أنه غادي ديروا واحدة السجن بأيت قمراء منطقة ديال الريف لا تحتاج السجن منطقة ديال الريف تحتاج المدرسة للحسيمة منطقة ديال الريف وما الأخوان الأقود أنه دائما أن الأديب فيكتور هيجو قال لك من بناء مدرسة يعني أغلاق سجن الإشكال وهو أنني من دائما بقي متشبت يعني بالرفض ديال المقاربة الأمنية وأعتبر أن المقاربة الأمنية صراحة تزرع الحقد والكراهية كتخلاق واحدة الاحتقان يعني داخل هذا الوطن الجارح وأعتبر أنه الدولة المغربية يعني مطالبة يعني آنيا ولا مستقبلا أنها بجدر واحدة المقاربة وهي تشاركية وكذلك مقاربة الشميعية من خلال مصالحة تاريخية ومن هذا المنبر كل التضامن مع الأستاذ والمحامي يعمل الصادق البشتوي كيف يعقل أننا داخل المغرب يعني يتم يعني آآ المحاكمة ديال المحامي على أساس تدوينات فيسبوكية كيف يعني يمكن أنه حتى هيئة ديال الدفاع ديال ديال المعتقلين يتم يعني الإدانة دياله إذا كنا غادي ندينوا النشاطاء وندينوا اللي كيتضامنوا معهم ندينوا هيئة الدفاع المحامي ديال النشاطاء إذا المشكل المطروح وهو آآ يعني في إشكال ديال الدوستور ديال الفين وداشت ديال الفين وداشت كان واضحا وهو آآ حرية ديال التعبير وإبداء الرأي من مادة خمسة وعشرين كذلك آآ المادة سعود وعشرين إشكال المطروح حاليا هو في تنزيل ديال الدوستور وأنهم اللي كي يجيونا مادج مثلا في حال واش ماشي من حقنا أننا ننتقدو هالدولة المغربية لأن في آخر المطاف الدولة إذا لم تقوم بالواجب من حقنا ننتقدوها لأننا كمغاربة نؤدي الضاربة كمغاربة يعني باش كتحرك الدولة كتحرك يعني بالخيرات ديال البلد وكتحرك بالضاربة اللي كي خلص المواطن في آخر المطاف يعني المواطن من حقه ينتقد يعني الناس كي سيرو من حقه أنه إذا كانت الحكامة غير جيدة أنه ينتقد فيما يخص غير الرطبة ديال الامنية وثلاثة وعشرين يعني السلم ديال التنمية البشرية يعني كنشوف أنه لا تونس ولا ليبيا ولا مصر ولا حتى الجزائر صبقونا يعني في السلم ديال التنمية البشرية وهذا السؤال المطروح وهذا المسؤولين يعني واش ما بغوش يعني يعني ياخدوا الدرس أن المقاربة الأمنية وأن الاعتقالات أن الشعب صراحة أن الشعب شارك في أي بناء ديال الوطن لأن في آخر المطاف شكل يبني شكل يبني الوطن وهو الإنسان المهم الإخوان والأخوات شكرا جزيلا لنأكد وهو أنه غادي تكون يعني الدكرة ديال حركة عشرين فبراير المجهيدة نتمنى من الله أن الإخوان ديالنا في مدينة ديال مضيق انتوفقوا في تخليط ديال الدكرة ديال حركة عشرين فبراير المجهيدة لأن في آخر المطاف مصلحة العمى يعني تغلب المصلحة الخاصة وفي آخر المطاف نقول نحن نقوم بالواجف فقط المهم تحياتي اللي نأكد وهو كل تضامن مع ساكنة الأطلاس في المعاناة ديالها مع الضائرة الطبيعية اللي هي التلج كل معاناة مع ساكنة ديال جرادة في إطار المطالبة ديالها بالبديل الاقتصادي وكذلك في عدم دار القدرة الشرائية ديالها كل تضامن يعني مع المغاربة ديالها وكذلك هذه مهم تحياتي وشكرا هاشا الريف ولا هاشا منخاناه عاشا جرادة غيب المناسبة بمسبب الجرادة نتمنى من الله أن الحراك ديالجرادة يتوج يعني بمكتسبات لمدينة جرادة كاملة لأنه شنان كان حراك ديال 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 دياليشين فبراير من استفاد هم القيادات ديال حركة عاشين فبراير وبقى يعني الشعب يعني ديال المغرب كي يعاني الإشكال المطرح وهو كيف ما قلت دائما ما شف المنادل أو المنادلة إشكال وهو أن تكون يعني صادقا يعني في القناعة ديالك وأن تكون يعني استمرارية شحل يعني من المنادل داخل المغرب كان يطالب إسقاط النظام يطالب إسقاط المالك في آخر المطاف دخل السلك الوظيفة العمومية ودبا آآ سكت وما بقي ناش كنشوف يعني الهدرة دياله الإشكال اللي كين وهو أن المنادل الحقيقي هو اللي كيكسب اللقمة ديال العج دياله بالحلال يا رسول الله المنادل الحقيقي هو آآ اللي كيبقى مستمر يعني في القناعة دياله وكيبقى ثابت وما كي يعني وما كي وما كي يختلش ما كنت تكلمه على الخدلان أنه لا يبيع القاضية والإشكال المطروح هو هو الإمام القاضية وما كنت تكلمه على القاضية نتكلم متى على القاضية ديالحراك ديالريف هي قاضية عادلة ومشروعها وأنها تجاوزت دوات المنادلة تجاوزت الأشخاص تجاوزت الإطارات السياسية النقابات وجمعيات وأنها أصبحت فكرة وكيف ما كنقول دائما أن الفكرة لا تحارب مهم هذا المنبر أقول أنه الدولة المغربية مطالبة بإطلاق صراح كافة المعتقلين لكن في السجول المغربية من سبال لي أنا ناصر أعتبره شخصيا يعني ممشورة فاء المغرب محمد جلول ضحى بالوظيفة العمومية ضحى بالأسرة دياله ضحى بالشباب دياله وضحى من داخل المغرب وحاليا يعني بعد أنه يعني قضى خمس سنين يعني ديال الاهتقال على الخلفية ديال ديال حركة عيشين فبراير المجيدة في 2011 ومن هذا المنبر يعني ناس اللي كتكلموا على نابل بن عيسى نابل بن عيسى دوزنا يعني سبعة وثلاثين سنة دوزنا من اليسار لليامين يعني ارتكبنا أخطاء جينا لحركة عيشين فبراير ديال 2011 من هذا المنبر يعني بالرحمة والمغفرة للشهداء ديال حركة عيشين فبراير المجيدة وخاصة يعني شهداء ديال مدينة ديالحسيمة اللي تلقوا محروقين في البنكة وباقين يعني صراحة على ما استفهام حول الشهداء الخمسة ديال 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 حسيمة قد أن محمد جلول يعني أدت ضاربة كذلك نابل أحمجيق أنس الخطابي ناصر الزفزافي هادو كاملين يعني ناس كينشي واحد عبدالريفي وقلاعي ياشي بغي يطلع مع المهمة بسبالي الصفحة ديالي اللي كيقول عاشي المالك اللي يعانو اللي كيطالب اسقاط المالك اللي يعانو عبدالريفي يقول عاشي الشعب وعاشي النبي بن عيسى وواضح وأن ذاك اللي كي يخونني ولي كي هددني عبدالريفي من مدينة ديال المضيق خمسة ديال القضايا داخل المحكمة الابتدائية بتتوان شهر سجن السلاف غرامة ويعني وكين جلسة في شهر يونيو وأعتبر أن جميع القضايا اللي دخلت للمحكمة قد تدخل في إطار هي تدخل في إطار تضييق وصراحة بسبب لي أنني تضامن ديالي لمعار حرك ديال الريف ولا ديال جرادا ولا كدلك البحرة ديال المضيق ولا ديال الصويرة ولا هذي كي يدخل في إطار قناعات هذي بسبب لي آآ موقف سبعة وثلاثين سنة يعني نعتز بأننا يعني نبقى أحرار هذا هو الحلم دينا أننا نبقى في الشعار ديال عاش الشعب الهاميش وما كان تكلموا على شعب الهاميش يعني نتكلم على الفقراء وخاصة طبقة الوسطى وكيف ما قال يعني المفكير يعني المهدي عامل الاستقرار والأمن تصنعه الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة تفقير يعني الطبقة الفقيرة وتفقير الطبقة الوسطى سيخلقنا احتيقان اجتماعي داخل هذه الدولة وكيشوفوا أننا حاليا يعني كيشوفوا واحد الاحتيقان داخل المغرب كيف يعقل أنه نادة الحسيمة نادة جرادة ماتوا الناس في الصويرة في مجموعة ديال المناطق ديال المغرب وكأننا يعني نغرد يعني خارج السيرب ودك الناس يعني اللي كيسيروا البلاد بنسبة لهم أمور عادية نقول أن الخريف العربي لا اللي دازلا في سوريا ولا في مصر ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في تونس صراحة ولا في اليمن اليمن كانت دازت الهجاء ديال الخريف العربي لا أعتبره ربيعا عربيا لأن في آخر المطاف الخريف العربي مدبر لأن لماذا مدبر؟ لأن المؤسسات الدولية ولا المؤسسات يعني العالمية هي اللي كتحكم يعني في الخارطة العالمية وما غيرت بغيش أنه واحد دولة يعني تقوم فيها تورة من أجل يعني نظام لهوات ديمقراطي جماهري إشكال المطروح حاليا وهو أنه لسوريا تؤدي التامان اليمن كان عبدالله صالح قلم فاتكم يعني فاتكم القطار في آخر المطاف تم الاغتيال ديالو نقول أن القطار لا يفوت أحدا بالأكس أننا يعني خسنا أن نفكره في آليات من أجل يعني أن نبنيو هذا الوطن الجريح ولا يعقل أننا نبنيو الوطن بالمقاربة الأمنية مهم من هذا المنبر الحرية والكرمة والعادلة الاجتماعية عاش الشعب المغربي ولا عاش من خانا عاش الريف عاش الجرادة عاش الأطلس ومن المناسبة يعني الأطلس شخصيا يعني بزاف ديال الناس كيشوفوني بالراية ديال ديال تيموزغا ماي كنتكلم على تيموزغا أنا شخصيا يعني كان دير مباشير باش نتواصل معكم كفاعل جمعوي كذلك كناشط فبرايري كناشط سياسي والهدف ديالي ماشي نجمع الجيمات أو أنني يعني يكون عندي المعجابين بالعكس أنني هاك الفيسبوك ديال منتصر من هنا سيما نجوج غتجبروا سدوا وغادي تلقوني عاو في شي فيسبوك أخر المسبة لي لينا اللي مهم وهو أنه ضربوا لوح مجموعة ديال الفيسبوكات مشوولي مجموعة ديال الفيديوز في أطار يعني التواجد ديالي في الحسيمة وفي الريف في ضرب بايداء هنا يا هاد المنبر كنت أسف على هاد طريقة يعني لكي تم تعاطي بها واش أنني يعني من اللي غادي يعني نضييها قل لا غادي نشووش على مجموعة ديال الأشخاص من داخل المغرب أنني كان وهو أنه قد أنه يعني مليك الرفع العالم ديالتي مزغا العالم ديالتي مزغا هو فخر يعني لكل المغاربة والمغربيات على أسألنا الجذور ديال المغرب هي جذور آمازيغية وأنه كانت تحكمون قبل المجيء ديال الإسلام كان غزوان أو فتحان كانت تحكمون الحاكمة الديهية وفي آخر المطاف يعني خصنا نفتخروا يعني بالتاريخ ديالنا وكيف ما كان يقوله الأمة التي لا تملك ذاكرة حية تموت والإشكال المطروح حاليا وهو أن الجذور ديال المغرب هي جذور آمازيغي يومنا نتكلم على الأمازيغ نتكلم علىアمازيغ ديال ريف وديال الأطلاس وديال السوس وكان عندي يعني الارجلي الأمازيغية مندلال عراق ديال حراق ديال الريف وشخصي يعني في الوصيبك ديال للقديم خمسالف ديال الأصديقاء والصديقات كنت دائما كان نشري يعني الصور ديال الطفلات ديال أطلاس الاطفال ديال الاطلس ما في اخر المطار اكبر معاناة لكينا حاليا داخل المغرب هي ديال ساكنة ديال اطلس كيف يعقل ان العمق ديال المغرب ان جماعة دي المغرب هو الاطلس يعني كي يعاني من تاك الفقر وب simulate التهميش وبكم سراحة بس bytesد بعن好吧 من انه سذسى انه كي جبو غير صور دي الاطفال وطفولت دي الاطلس وكنطلعوهم رغم الفقر ورغم يعني التهميش ورغم جموعت الحواجي كي يبان انهم كين ذاك الجمال وه كل داك الروعة وهذا الي كي خليني دائما انه ننشر صور دي تفلات والاطفال دي الاطلس devalon لان انا كما غاربا نعتز يعني بالاطلس دي생 그� saves المغرب النافع والمغرب الغار النافع والمغرب العامق يمكن أن نعتبر المغرب هو فقط الدار البيضاء والطنجام والراكوش والريباط أقادير وأحمي جموة المدول الكبرى ونجعله الهامش وهذا الذي يجعلني دائما أن نرفع عاشا الشعب الهامشي لأن في أخر المطاف الشعب الهامش صراحة هو اللي قصنا يعني نهتم به وكان قوله دائما لو للهامش ما غاديكوش المركز مهم عاشا الشعب المغربي ولا عاشا من خانه الحرية والكرمة والعادلة الاجتماعية تحياتي لساكنة دي المنطقة دي الريف ومن هذا المنبرت منهم الله أنه تم الزيارة الثانية لمنطقة دي الريف لأنني زرت منطقة دي الريف 12 يوم صراحة أعتبر أن منطقة دي الريف تستحق كل الخير وأن الدعم دي النام هنا يعني من شامل المغرب أو من الريف الغربي أو من المضيق هو دعم لي هو مبدأي دعم لي هو إنساني ومن هذا المنبر تحياتي لأخ راشيد الرباحي اللي صراحة كان حييه صراحة الأخ راشيد الرباحي اللي كان طلاوح تدوينا أنه كان يعني نزل يعني واحد الملف دي البحارة لأمينة لأماء دي الحزب اللي يصار اشتراكي الموحد وفي آخر المطاف كانت ساعاتي السلبي دي النابي لمونيف الإشكال المطروح أن الأخ راشيد الرباحي عمل تدوينا قال أنهم أولاد عبد الواحد كلهم واحد أي أن جميع الإطارات السياسية هي يعني دكانات يعني دكاكين انتخابية إشكال المطروح هو فيما يخص يعني غير اليسار اشتراكي الموحد التقييم يعني اليسار اشتراكي الموحد ولا كذلك حتى اليسار الجدري داخل المغرب فيما يخص يعني التعاطي ديالهم هال الحراك ديال الريف لأن ما كان أعتبر أنا شخصيا أعتبر أن الإيديولوجيا بنسبة لي شخصيا أتجاوز أتجاوزها لأن في آخر المطاف وخاكي يكون يعني النقاش من لا تنظيم له لا قوة له ما هو وان نوح مجموها ديال ديال الحواج wired تعلمنها في الجامعة إشكال المطروح أن الجامعة ليست هي الواقع الجامعة ليست هي الشارع أن ناصر الزفزافي بخار ليه Excuse you الجوالات اللي كاكين نقوم بها في منطقة ديال الريف كان واضحاً أن الحراك ديال الريف ماASSU今天 حراك ديال البسطاء حراك ديال درواوش يعني انطلقاً من التهميش ديال منطقة ديال الريف انطلقاً من روح ديال الشهيد محسين فكري رحمه الله انطلقهت من احداث إنفصال وهي كان هذه خلال الحراك القناة الحراكة على الريف. دخلت ان الاخ راشيد الرباحي من مدينة وهو بحار. دائما يتلع صورة الاخ النوش بهذه الاخطوبة. مهام تحياتي الاخ يعني الاخ راشيد الرباحي. قل لي واش اللي كيشكرها اه دريس الشكار. كتكون يعني اه في هالمصداقية. ايش كان المطروح وهو فيما يخص يعني ادريس الشجار نتأسف يعني على المستوى اللي يوصلوا له بعد الاحزاب اللي كانت كتعتها بالرصة وطنية خاصة الحزب الاتحاد الشراكي قوات الشعبية اللي صراحة قبل يعني اف تسعمية وسبعة وتسعين كان فيه شوية ديال الدو بعد الدخول دياله لتجربة ديال التناوب اه وكذلك بعد يعني المصطلح ديال انقاذ المغرب من السكتر القلبية صراحة كان الانقاذ ديال ديال الطبقة الحاكمة وليس الانقاذ ديال اه ديال المغرب من السكتر القلبية واشكال يعني ناس اللي باقين يعني كيف تاخروب بعبد الرحمن اليوسفي ولا بفتح الله العلول اللي يدخلوا واللول يعني بالخوصصات وفلقات ديال بتحاش شراكي تم خوصصات واحم جموعات ديال القطاعات وكانت واحم جموعات ديال الزيادة في الضرائب الاشكال المطروح حاليا داخل المغرب اللي قال اخ يعني راشيد اه الرباحي قال لي انه واش اللي غادي شكرا اه دريس الاشكار اه غادي تكون يعني اه منادلة اش كان المطروح داخل المغرب وهو ان اه المشهد السياسي داخل المغرب عرفوا واحد يعني واحد اه الموضة جديدة كنتكلمو عنها واحد الهجة جديدة وهي التقاء يعني التقافة الشعباوية او السياسة الشعباوية ومي كنتكلمو على السياسة الشعباوية مبقي ناش كنشوفون اخباء سياسية اللي صراحة عند ذاك الحكمة وعند ذاك الرزانة وعند ذاك التبصر واللي كتكون عنده واحد مجموعة ديال المقترحات وكتعطي واحد مجموعة ديال اه ديال الحلول واش غادي تجيب لي شباط ديال الفاس اللي هو امين عام ديال حزب استقلال غادي تجيب لي مثلا بن كيران اللي صراحة اه داخل المغربية داخل 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 المغرب يعني بمغربو مغربو مغربونا جبالون اه هايز اخنوش كملياردير اصحاب شكارة اللي صراحة اصحاب شكارة داخل اه داخل المغرب صراحة نخصهم يحيدو الملياردير لا يمكن له ان يسير يعني اه ان يسير ملياردير ما يسيرش وزارة يعني راجل اعمال ومناس اللي عندهم يعني منسترع لهم الله فزاب ممكن لاش انه يسير يعني الوزارة وكيش يكي يقولك انه الوزير فلان فلاني تخلى على الراتب الشهري دياله اه وهذا صراحة يسجل له واش كتشوف انه تخلى على 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 الشهرية وهي كده هو كده الملاير يعني من المدخولات ديال المحروقات هدي صراحة عالم السفام احنا يا كم غربة احنا اه اه ماشي يعني اه اتكياء وعارفين يعني ان هاد المغرب هادا خص عقالة خصوناس صراحة اللي شوية ديال الحكمة خصوناس يعني اللي يقولون لهم اللهم هادو منكر ان المغرب اه كتكلفوا غير فيما يخص الميزانية ديال البرلمان كل ولاية بمية وخانسة وعشين مليار ومليكي سالي الغير البرلماني كتعطيه الدولة التمنالف الدرهم ديال اه ديال تقعود يعني اه كتبقالو حياتو كاملة اه كي ديال برلماني لانه او ديال باع سنين اه ناعس في البرلمان ديال باع سنين اه ما قدمتش خدمة للشعب المغربي كنجي كان هاتيه تمنالف الدرهم عملتمنالف الدرهم في الاعداد ديال برلمانيك دعتين 9 مليار و تلاتين و تلاتين مليون با minus A down and 160 مليون وش هاد حداش مليار حيWho البرلماني برلماني سالة الولايات البرلمانية دياله وباركة عليه كلاو شراب صافي الله جعل باركة خليوا داك الفلوس من الاطلاس من جرادان الريف يعني للقلميم للصمارة للطنجة التطوان جميع المدن المغربية الاخر يعني وهذا ماشي يعني كيجي في ايطار اننا يعني كان بخصوا يعني بالمؤسسات ديال المغرب خاصة للقضاء والبرلمان وكانت تبرو ان الدول المغربية هي خاصة تبنى على بعدها على فاصل الصلاة بين السلطة التنفيذية والسلطة الشريعية والسلطة القضائية والسلطة الرابعة اللي هي الصحافة اشكال المطروح حاليا داخل المغرب وهو انه واش يعني بمجموعة ديال مبادرات مجموعة ديال الحويج ليدارة الدولة لم بينها التعويم ديال الدرهم واش احنا يا صراحة اننا القدرة التنافسية باش اننا نفسه الاقتصاد الدولية واش اننا باش ندخلوا المضاربات العالمية واش اننا ندخلوا البرصة العالمية مع العلم اننا كان نشوف ان المغرب يعاني لا اقتصاديا ولا تقافيا ولا اجتماعيا ودخلين احنا في تعويم ديال الدرهم وبقى الخطوات فو لو كنشوفوه كيفاش ان الدرهم تراجع مع مع الدولار وترجع مع الاورو اه كذلك شن ان غير الخطوة ديال ديال الدرهم وكيف انه ولت ولت يعني مصر صراحة اه كتعاني وحش شي كبير كذلك الخطوة ديال القامة 60 اي 500 ديال المليار الخطوة ديال تنظيم ديال المونديال الخطوة ديال تي جيفي الخطوة ومجموعة ديال الخطوات الخطوة ديال المبادرة الوطنية التنمية البشرية يعني هذي خصوة توقف لان هذا المبادرة الوطنية التنمية البشرية الاخوان انا انا كامو الدف جامعي اعتبر ان هادش اللي كيددف ايطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية اه هو تفدير المال العام لانشكو كيستفد مبادرة الوطنية التنمية البشرية كيستفدوا منها خاصة الفعاليات ديال المشامع المدني اللي اعتبر ان الجمعيات اللي هم داخل المغرب هي فقط يعني الابواق او كان اعتبروها المنبت ديال الاصوات الانتخابية ومثل نغير غادي نديروا واحد الملاحظة ان الجمعيات اللي عندها خلتة في العرس كنت تكلموا على خلتة في العرس عندها يعني مسؤولين داخل جامعة الحضارية او عندها مسؤولين داخل جهات طانجات اتوان او في مؤسسة ديال الدولة كالسفد مدام في حين ان باقي الجمعيات مستفدوش مدام وادا هو المشكل مهم تحياتي هاشا الريف ولا هاشا من خانا وحل اقل انه حسب ليهم كان اكلوا تبنى الاشكال المطرح هو انه كيف ما قلت ان المغاربة اتكياء ان خص يعني خص الجرأة خص انه تكون الوضوح اه شعب المغربي تم الاشراك دياله يعني بالمقاربة التشاركية والشماعية المهم الاخوان والاخوات اه من هاد المنبار كان قول انه يجب محاربة الاقتصاد ديال الرع كذلك محاربة الرع السياسي اه المناهضة ديال الاعتقال السياسي لاننا لا يعقل انه نتكلم على الاعتقال مجرد تدوينه في الفايسبوك اعتقال مجرد انك تدير جيم للزفزافي او للمحمد جلول او لنابي الاحمجيق او النشاطاء لا يعقل انه تكون يعني اه هذا اه نجيب مصرحة اغلبية ديال 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 التهم اما اه اهانة ديال المضافين اثناء المزولة ديالهم او التحقير ديال المقررات ديال القضاء نقول ان الفساد ديال القضاء هو من علامات ديال انهيار ديال الدولة وان الدولة ممكن تكلموا على الدولة نتكلم يعني على على الحق والواجب الدولة في ايطار يعني العلاقات ديالة مع المواطن المواطن عنده حقوق وعليه واجبات والدولة مش بدك نفهم اه السلبي او القدحي ديال اه ديال الزجر او ديال ديال الحركة لانها تاريخيا انك الواحد مصطلح اللي هو كيسميها الحركة او ام definitivة وطلب الحدى اه امها يعني فهد الاحتقال في تأزيم الوضع مثلا لا في الريف ولا في جرادة ولا في الاطلس والحكومة ولا الطبقة الحاكمة ولا الكل يتحمل المسؤولية مشي ان الحل البسيط وهو اننا المقاربة الامنية الاحتقال وما شبه ذلك من هذا المنبار نقول انه لا الريف يعني خص عقاف المقاربة الامنية وقف الاحتقال لكن داخل منطقة دي الريف عواض المقاربة الامنية انه ما يعني ماذا يفيد الدولة انه تكون يعني الخيرة ديال الشباب ديال المغرف في السجول المغربية شخادي الساف الدولة انه لان في اخر مطاف باش كتبنى اي وطن وطن كيتبنى بالشباب كتبنى بالشابات وكتبنى بالعلاقة ديال الاحترام لان في اخر المطاف اه العلاقة بين المواطن والوطن هي علاقة ديال الارتباط قيامي وكنت تكلموا على القيامي مش هي المالك او العالم وانما الارتباط القيامي من فهم ديال المواطن الحق وهو الانتماء للارض الانتماء يعني للتاريخ بالهوية دياله بكل شي مهم الاخوان والاخوات عاش الريف عاش الشعب وعاش الجرادة. عاش الاطلس. المهم اه هذا الفيسبوك ديال نابل بن عيسى ماشي ديال منتصر. واقول انه جميع يعني القضايا اللي كين عندي في محكمة ديال تيتوان هي قضايا يعني اه تدخل في اطار تضييق. وكذلك شهر سلاف ديال الحافز والغرامة اعتبروها كذلك اه ضلما وعدوانا. وانه تشويه ديال الصمعة ديالي داخل المضيق. وهذا اللي خلاني انني انتهرب نتكلم على المشاكيت ديال المضيق لان系 انت كدير مجهود مع المدينة دياله كباك يقول لك راك يكتب على الاعراض ديال العباض الله. يكتب على النساء كش هواء بننساء آه نابل بن عيسى ماذا يفيدوني اذا اكتبت بالاعراض ديال العباض اللهliyor يفيدوني اذا كتبت على المسا بالريكن وشانا اتقادها而شغول بشانا نكتب على فلانا ولا فرتلانا. مع العلم انني اعتبر ان مؤسسات من داخل المضيق يعني كي مسؤول أمني داخل سجن ديال السلاة اللي صراحة جات فيه وباقي مسؤول هنا جماعي وبرلماني وكان يقول أنه اللي كي اعتبروا أنه نبيل بن عيسى صراحة يعني إما يعني كيكتب في الأراض ديال عباد الله عبدو ربيه ويناقش ما هو وطني ما هو محلي كل تضمون ديالي مع البحارة ديال المضيق مع الفراشة ديال المضيق مع الدحايا ديال الإدمان أنا مخدر الهيروين اللي صراحة بدلنا مجهودات وشوفنا كيف أنه ما زال ما استفدوش من المدد ديال المتعضون كذلك ديال ديال الديوانة كانت تكلمو هنا على الشغيلة ديال تهريف معي شوف أخر المطاف تحياتي وشكرا جزيلا غير الإخوان اللي خلاني أنني يعني مع الحركة ديال الريف زورت في المنطقة ديال الريف وعرفت يعني القيمة ديال الريافة وعرفت يعني أنهم كيشوفوا الخير لأنني دوست مع غير يعني تقريبا متى يصر الله في الحراك كيمجموعة ديال الأصدقاء اللي كيشكروني على المجهودات اللي كنديروها كلي كيخوون وكان قول أنه مسمى اللي كيخووننا بالمعيسى عبدو ربه حسبني خائن أو مناضل أو ما شبه ذلك أنا لست خائنا ولست مناضلان شاب من شباب المغرب شاب يعني من الهامش ديال المغرب يطالب الحرية والكرامة والعادلة الشمالية يعني طالبه يعني يعني اللي باقي كيطالب بالوظيفة العمومية أو كيطالب بالطرقية عبدو ربه موظف جماعي وكان قول أنه إذا يصر الله وأدي الضاربة ديال الدان ديالي للمنطقة ديال الريف ولا الشعب الهامش لا يهم لأنني في كامل هي قواية العقلية سبعة وثلاثين سنة كذلك موجز أدب عربي تخصص لسانيات كنتكلم يعني بكل حرقة وبكل يعني بكل عفوية ما عندي ورقة ما عندي ولو المهم عاش الشعب ومهم نتمنى من الله أنه يكون تخليد ديال حركات عيشين فبراير هنا بمدينة ديال المضيق ما كانش غادي نتنقل حتى الضار البيضاء من أجل أنه نوقف مع الإخوان ديالنا والرفاق ديالنا الضار البيضاء لأنه صراحة أعتبر أن كل يعني اللي عنده الهم ديال الحرية والكرامة والعادلة الشمالية هم أسرة ديالنا وكان قول يجمعون الحراك وتجمعون الحرية والكرامة والعادلة الشمالية وتحية جد خاصة العسام بسو نور ديال منجارة ردوال الخادري حمزة العطاوي جميع يعني أمين اليوسفي جميع يعني نشطاء ديال الحراك ديال الضار البيضاء ردوال الخادري اللي كيقوموا بمجموعة ديال المجهودات من أجل يعني أنهم يحافظوا على الحركات عيشين فبراير داخل المغرب والدعم ديالهم للنشاطاء ديال الحراك ديال الريف واللمعتقالين تحية جد خاصة يعني الأحرار ديال الضار البيضاء إن شاء الله إذا ما كتبش أننا ننخلل ده هنا داخل مدينة مدياق غادي نخلل ده ما هاكم في الضار البيضاء مهم تحياتي تل أمازيغ اللي صراحة تم هاي بزاف ديال الناس اللي هما جدور أمازيغية وأعتبر أن جميع المغاربة في المغاربة من جدور أمازيغية اللي غادي يقول لكم وهو أزول ولا نزول وتيريلي أنكلافين وأعرف أننا ديالجين والحراكي عزين أعرف أننا ديالجين وناصري عزين لأن في آخر المطاف شاركنا الحراك من داخل منطقة ديال الريف وحفظنا شعارات وكان قوله فوس كفوس بالوحدة والتضامن أتمنى من الله أنه يعني للمخزن ولا الدولة المغربية وليك يقول لي لما منك تهدار أنا أخاطب يعني المسؤولين والطابقة الحاكمة يعني بالفيسبوك ديالي وكان قوله أن الشعار ديالي هو هاش الشعب وكان هتاب الرأسي شعب الهاميش مهم هاش الشعب تحياتي الإخوان والأخوات نتمنى من الله أنه يتم إطلاق صراح ديال المعتقالين تلاقينا الأب ديال ناصر زفزافي تلاقينا الأم دياله أخ ديال محمد جلو اللي هو خالد جلو تلاقينا سيليا نوا بن عيسى الهائلة ديال الأحمجيق ومجموعة ديال الهائلات ديال المعتقالين صراحة غير يعني كيف ما كان يعني هذي اليومين يخلك غير واحد ضحكة ديال الأم ديالنا بالأحمجيق تخليك أنك الدعم للحراق ديال الريف مهم أزول وللنزول الحرية والكرامة عاش الريف عاش الجرادة عاش الأطلس وعاش الشعب